منعاً لتهديد جديد من الهجوم على الديمقراطية الأمريكية تواصل لجنة التحقيق في اقتحام الكونغرس عرض نتائجها في جلسات علنية حيث نشرت مقتطفات من مقابلات مسجلة مع مسؤولين في إدارة رئيس سابق دونالد ترومب الذي اعتبره عضو لجنة بني تومسون بأنه خان ثقة الشعب وأقنع الأمريكيين بسرقة الانتخابات نتوقع من أي شخص في منصب مرموق أن ينال ثقة المجتمع وأن يقبل بكلمة الشعب دونالد ترومب لم يفعل هذا لم يقتنع أنه خسر الانتخابات لبل خسر ثقة الشعب الأمريكي وكذا بعل مناصره وعلى البلاد كلها وحاول البقاء في البيت الأبيض بعد خسارته ولم يحترف بها يؤيد الديمقراطيون عمل اللجنة لضمان عدم تكرار واحد من أسوأ الأحداث الأمريكية أما الجمهوريون فيعتقدون أنها تأتي في إطار حملة سياسية وسط بعض التصريحات بأنها ضغوط تمارس عليهم في ظل توقعات بأن يهيمن الجمهوريون على مجلس النواب بعد انتخابات التجديد النصفي هذا العام أعتقد أن جلسات الاستماع ستساعد الجمهوريين في الانتخابات النصفية لأن هناك عددا كبيرا من البرشحين يروجون لنظرية المؤامرة وخسارة الانتخابات الرئاسية ومناصرهم سيقترعون بقوة للحصول على الأكثرية في الكونغرس أما ترامف لا يزال مصرا على أن الانتخابات سرقت منه ودخلت التحقيقات التي تجريها اللجنة المؤلفة من سبعة أعضاء ديمقراطيين وجمهوريين اثنين مرحلة حاسمة بعد أشهر من المقابلات والاستدعاءات وينتظر أن تقدم تقريرها الخريفة المقبل قد لا تتمتع اللجنة بصالحيات توجيه ملاحقة قضائية لكن يفترض أن تعرض أدلتها على مدعين عامين فدراليين مع إصدار توصيات بملاحقة المتهمين فيما تجري وزارة العدل تحقيقا جنائيا موازيا بشأن المعتدين على رجال الشرطة مروان زعتر تي ارتي عربي واشنطن